مالاييرو والسانتيم هي مستحقة الجزائريين العالقة لدى شركات التأمين لأزياد من عشر سنوات هو ما كشفت عنه الجمعية الوطنية لمستهلكية التأمين التي يكدت أن عشرة الآلاف من الجزائريين لم يستفيدوا من تعويضات شركات التأمين لسيما تلك المتعلقة بالتأمين على المركبات الشركة راهي متورطة في عدم دفع التعويض للجزائريين في وقته كثير من الجزائريين أمنوا على سيارة التحهم على المساكن على الممتلكات التحهم يخلصوا الأقصاد في وقتها لكن يأتي وقت تتعويض تقعد شركة التأمين لا مازال إكسبير ما حدش الرابور تاعه لا مازال مجال الشاك يقعد المواطن من الوقت الذي يصرر له الحادث إلى الوقت الذي يأخذ فيه الشيك تاعه سنة سنتين تلسنوات كان لي يقعدوا عشر سنوات الجمعية هددت شركة التأمين باللجوء إلى القضاء لتعويض مكتتبيها بعد التلاعبات المتكررة لهؤلاء مشيرة إلى الثغارات القانونية التي جعلت شركة التأمين تتحايل على زبائنها نحن كجمعية لحماية مساهلك التأمين ما زل ما بدينا نرفع دعاوة ضد الشركات التي تعسوفا رأي تتأخر في دفع التعويض لكن إلا بقت الأمور كما رأي راح نوله سيستيماتيكما شركة التأمين نبعت لها ميزان دومير باش تدفع التعويض إلا ما دفعت الشركة التعويض نرفع لها دعوة في انتظار تفعيل دور شركة التأمين في الجزائر ورضع المخالفين والمتحايلين على الجزائريين تبقى الشكاوات طهاطل على جمعية حماية مستهلكية التأمين